السلام عليكم السلام عليكم هذا السيديو الأكل سهلا انا ودي اصارحك بشغلة ايوه تفضل اليوم بنقيم اقوى قيمة بالكويت اليوم بنجرب اقوى قيمة وبين طماط بالكويت يلا بينا يعطيكم العافية معاكم عدرحما الخميس من قناة شيفت الخميس معانا ضيفنا عبدالله الجزاف الاكيل طبعا اللي اي من قناة الاكيل يعرف منه عبدالله الجزاف لكن اللي اي من قناتي ممكن يعرف عبدالله او ما يعرف عبدالله الجزاف شنو فكرة قناتك عسريع كل مرة نطلب اكل ايوه يلا خيشوا القناة وتابعوا القناة عبدالله موجود الرابط هامبورجر موسيقى خراويكم شكل المعدات من هالصوبة هاذي الاساسية وايد ميلين هليه تحت اثنين ابنتشر 300 واحد اثنتين ما شاء الله الالله وايد قوية ومتازة هني الميني هاذي حق شنو؟ اي تي دي سوني 100600 كلهم كاى ان بسبب هذي سوني هاذي كاميرا في حال كام قام عندنا مثل ضيف عندنا شغلة من ركز علىها اونا بنشى пар AK محاولة مايك اللي تأخذ مننا الصوت الرئيسي أنت كيف يكون من فوق لكي يكون الصوت واضح يكون من هناك مايك اللي تشوفك ما تشوفك ما تشوفك ما تشوفك ماهو وراء الكاميرا أنا من قبل وشايف وما شاء الله قع شوف كل يوم قع يزيد قع طورونا يعني ما شاء الله يتكاثر ستبون الصج أنا صج يوعان أنا هيا اليوم للصديو يوعان أين بواليد؟ بواليد غايل أفا أو أخاف ما يبيطلع؟ راح بواليد الحبيب حياتنا حك بواليد أخاف ما يبيطلع أعرف سؤال فهنا بواليد بواليد الرجل الخفي كل الفيديوهات وشغال مع العبد بس مايطلع؟ لا يحب لا يكون عسكري لا لا يكون عسكري حسنا؟ رسالة توجهها بواليد وانت تحوص بروحك الرجع يا بوليد وكارك بيط سبونسر؟ بيبسي؟ لا سبونسر لبيبسي لا انتوا تسوون اعلانات هذا الناس دافعين لكم وانتوا تسوين لهم شوان انت تحكم على مزاجك اول شي القناة كلها مبنية على ذوق شخصي حلوين؟ حلوين؟ انا شي الافضل او ما افضل ما في ناس تزعل؟ شوان في ناس تحب ايفون؟ انا اشوف مثلا لحب ايفون ومتعصب هذا عندي شي مستفز مثلا بيحكم اني اندرويدي فهذا رأيه شخصي يمكن يكون صحي يمكن يكون غضر والعكس صحيح انا ودي اصارحك بشغلة ايوه تفضل تشلي مو قاعدة مصارحة ودي اصارحك بشغلة موضوع جد قلت لي اذكر بسوي قناة عن الاكل اللي اصارحك فيه انه لما قلت لي اياها انا ما كنت مقتنع بالفكرة ولا احد مقتنع ما صار فيلي انه شكوا انت اصلا قناتك عن فلوغات ما لك علاقة بالاكل ولا انت شف ولا عندك مطاعم حتى بالسوشال ميديا وانستجرام ما تذكر معلومات على الاكل تروح تسوي القناة على الاكل واجرب واطلب مطاعم واجرب واكلهم واقول رايي صار فيني نعم شون ممكن تنجح هذه القناة ما شاء الله قناة ناجحة وقاعد تصعد اول شي الفكرة مبنيا ان احنا نستعرف المنتجات يعني الناس قاعد تعيش التجربة ويانا احنا مستخدم نهاي حلو حلوين فوائد ناس يمكن يشوفون المقيمين الاكبار ما يلمسونهم ما يكونون انقرب منهم نحنا قاعد نعرض التجربة الواقعية بالنسبة لنا لازم تعرف المستمعين او المشاهدين منوتك او الاخوان اللي تابعونك شون يقول اقراج المنهورك لازم من فترة نزل فيديوهات الاكل فيها وايد غالي شوفت الناس ما تابع يشري تابع الاكل اللي يقدر اكل اللي يقدر يشري اقل واحد واحد فعلا هالفترة قاعد نشتغل عن هالموجود بهالطريقة تقريبا نحنا وصلنا الى قلوب الناس نحنا قاعد نستعرف كل شيء جدامهم ونذكر التفاصيل اللي تهمهم شوفوا والله عبدالله انت تدفع حق المطاعم اللي تطلبها مو سبونسر انت تدفع كل الاكل تطلبها تدفع عشان طيّم صح شكرا فهذا اول مطعم وصل هذا شنو عطنا الترك عشان يعزل الصوت موين نيبه سفنج البغلي لازم تيب تجهيزات الحلول ابي انا حتى انا ابي اسف اول شيء قول كل هذا الفكرة كانت موجودة من فترة بس متى اخذ المبادرة واسويها احب لك الان اشان والجسم من حياته هي واحد اكيد كل انا اكيد ادور شيء مثلا كاميرا توهى نازة او كاميرا لا يهم احد عند اياها بالسوق فكون انا اول واحد اكلمت عنها اما المطاعم كل يقدر يطلب محتوى مفتوح اطالع اليوم واطالع بعد سنة واطالع بعد سنتين ما عندي مشكلة ايه فانك هسير فيني ليش احنا قاعد نكبر العملية تيهي لازم يكون هذا المنتج محد يحصه ولا غالي ولا ما عشان تقدر تتكلم عنه لا 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 اي شيء متوفر بيدك تتكلم عنه انت حاس انك تقدر توصر الفكرة امية بالمية صح تتكلم عنه بس هالي مو شرط انك تكون اول واحد يمكن كل الناس سوونا بطريقة وكل الناس يفشرون فيها انت الوحيد تتنجح ممكن ممكن اغير الزاوية اوه ليش تفلسف عبد الرحمن خلنا زينين شنو كانت خطاتكم مالنا رمضان والسيزن مالنا اكتشفنا ان اقل مشاهدات فتوقعاتكم ما كانت صحيحة مو ضروري التوقعات اللي انت تحطها تكون على ارض الواقع لما تسوي شغلات بيوتيوب تكون توقعاتك صحيحة لا 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 ممكن تنصدم بشغلات ما كنت متوفر كلش وارد تنجح بحلقة وحلقة ما تنجح فيها وارد كم فيديو كنتم تنزل كانت التصورات والفكرة فيديو واحد فيديو واحد الفريق كله كم واحد اثنين ما كان عندكم السيديو فشل كتسوي فمو شرط يكون عندك السيديو عشان تبلش قناعاتك شفنا ان حلقة واحدة شويحة حلقة بل اسبوع شويحة يوتيوب يابي تعطيها اكثر قلنخة نزيد حلقات وفعلا مشان على سيستم حلقتين ان شاء الله فترة لها راح يكون ثلاث حلقات ثلاث حلقات ما تشوف انه لود لودين اذا انتو اثنين الفيديو ثلاث راح يكون برر لكويت اول دولة وين راح تكون نظر حصري اعتقد ان المطعم الثاني يوصل ثلاث دينار كمسين لتس هم قاعد يدفع كل يوم يطلب ويدفع كل يوم يطلب ويدفع اكيد هذا بس تدام الكاميرا انت قاعد تدفع اكيد هما دافعين لك قل صورني 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 جنة انا قاعد ادفع اعرف سوا الفاء هذه كلها سبونسور يلا بيني يلا بيني سويت شفت بالضبط هذا الاسم مع الشركة حلو فشنو تبيني شنو هذا الشباب المبارك الشباب المبارك انا الامانة انا عنصري او متحيز انا بصراحة من عشاق شباب المبارك من الصين عزة من اقب صلاة الفائر قبل ان تشق الشمس وتذهب هناك وتعيش وتأكل اول مرة الامانة اكلها برا كلها اكل بالمطعمة ريحة يا جماعي لا اقدر اقب لكم حالة حالة بيت طمار واحدة حالة حالة طيح البيت طمار سألونا اليوم بحلقة اللوي الديم الشباخية كلام قيم أنا السفوت منه نرجع نبي أنا فدتك؟ وايدة سعبال قاس صعب لحظة 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 خلا قولكم أنا عبدالو الجزاف شون عرفته عشان يقولي أنا فدتك عبدالو الجزاف أنا شون عرفته أنا عرفته من عقب سديم ايه نعم كنا نسولف بس بالسوشال ميديا ما عارفه شخصيا ليل مرة لتقينا تذكري أم قلنا طلع التصوير كان ساعته هو يسألني شرايك شنو يسوي شي بما انه الحين الي اي من سديم والله العظيم في الفترة اللي طافت انا كل يوم كل يومين اسأل عبدالله ان شاء الله شرايك شذي شنو تشوف اهم من الشغلات اللي قاعد يسويها والخبرة اللي قاعد يكتسبها خلالها هي لا لا انا قاعد استفيد من كل يما الحين لما الحجة اللي قاعد اقول لك يا بالمقابلة مو عشان نصوح مو عشان لا لا اصجل كل مرة لما نقعد اسألك عن شغلات تفيدني فيها هذي ما راح تعرفها الا انت تجرد عبدالله قاعد يجرب ومن نفسه قاعد يطور نفسه قاعد يوصل حق هذه المعلومات فبالعكس معلومات وايد مفيدة معلومات وايد قايم لها ومو غش مرة ولا مجاملة تدري فينا ما جامل بالوي مو حلوم مفيدة جسطور العبود بطر لأكل قام يسوي سحر شي 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 قا قناة سحر ايه قناة سحر بيسوي ايه قناة سحر بيسوي يا جماعة المكان صارت ريحته بيته مات وقيمة بس الاكل قوي يتعرف والله عشنا والله بس كانت تجربة منتازة الله يعطيك العافية ايش رايك كل يوم مصور والله شوه الله انا يلزي والحسابك والحسابك كلمة ربي الله يعطيك العافية الله يعافيك تابون تشوفون التجربة كاملة انا حاط لكم اللينك مرة ثانية يقول لكم موجود تحت جش يشوفون شون دبينا دب على هناك البيت الطماط والقيمة انت ايش رايك بالتجربة تجربة حلوة ان شاء الله نكررها بس على شي ما في ريح الهداء بروروروح السلام عليكم اشتركوا في القناة